افتتح سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام صباح اليوم وبحضور سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام وسعادة الدكتور عبد الله بن سعيد براس مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سوق الإنتاج الذي يقام على هامش مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في دورته الرابع عشر الذي يعقد تحت شعار رؤية إعلامية واحدة وقد قام سعادة وزير شؤون الإعلام بجولة في سوق الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني حيث طلع على الأجنحة المشاركة والتي ضمت المؤسسات والشركات الخليجية والعربية إلى جانب الأجنحة الخاصة بالهيئات الأعضاء في جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج وأكد سعادة وزير شؤون الإعلام ضرورة الحفاظ على الهوية الخليجية لافتا إلى أن الهوية الخليجية هي مصدر افتخار وعز ويجب توثيقها خاصة أن عدد القنوات الفضائية اليوم يتطلب عددا أكبر من شركات الإنتاج وقد أكد رمحي دعمه لكل ما من شأنه تعزيز العمل الخليجي المشترك منوها بأنه يوجد حاليا تعاون ثنائي بين الدول يسعى جهاز الخليج للإذاعة وتلفزيون إلى توسيعه ليشمل جميع دول مجلس التعاون كما عرب سعادة الوزير عن سعادته بوجود ستمائة شخصية أعلامية ومشاركة أكثر من ثلاثمائة برنامج في مهرجان هذا العام جدير بالذكر أن السوق تتضمن حوالي ثلاثين جناحا من القنوات وشركات الإنتاج الرسمية والخاصة ومن المقرر استمررها طوال مدة أيام المهرجان الأربعة كما ترجع أهمية السوق إلى التقاء شركات الإنتاج الخليجية والعربية وإيجاد نوع من التعاون المشترك من خلال إبرام الاتفاقيات بين هذه الشركات وجود اليوم أكثر من ستمائة شخصية إعلامية عدد المشاركة في المسابقة أكثر من ثلاثمائة برنامج هذه كلها معاشرات نجاح الشكر للأخوة في جهاز تلفزيون الخليج أعضاء اللجان المنظمة الأمان العام لمجلس التعاون الأخوة في وزارة شؤون الإعلام لهم كل الشكر والتقدير نحن نؤكد داعمين لكل ما من شأنه دعم وتعزيز العمل المشترك بين الأخوة في دول مجلس التعاون وفي خليجنا العربي